وفيما كشف مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار قاسم رشو عن تشكيل عدد من الأحزاب السياسية باسم الإيزيديين لإعادة النازحين من أجل استغلال أصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات أكد القياد في الاتحاد الوطني غياث السورتشي أن تشطط المكون الكردي سيؤدي إلى خسارة فادحة في مقاعد محافظات نينا ووكر كوك وديالا وقال إن تجيل الأحزاب والتحالفات الكردية لدى مفوضية الانتخابات لخوض انتخابات مجالس المحافظات أفرزت حقيقة تشتت البيت موضحا أن قائمة الاتحاد ستضم الحزب الشيوعي إليها في حين قائمة الديمقراطي ستضم الحزب الاشتراكي الكردستاني وأحزاب تركمانية صغيرة وكذلك عربية